تنحسر بعض عادات وتقاليد الزواج وتسجل الإحصائيات رقم كبير في الزواج من أجنبيات أو الزواج اليمنيات من أجانب خلال العام 2014 بحيث أصبح موضوع الزواج بالأجانب أكثر تقبل وإمكانية الزواج في اليمن يحمل طقوسا مختلفة وغالبا ما يتزوج اليمنون واليمنيات من أبناء جنسهم ولا يخرجون عن هذا النطاق إلا نادرا إلا أنه في الآوينة الأخيرة ارتفعت نسبة زواج اليمنيات من أجانب وبحسب إحصائية مصلحة الهجرة والجوازات بلغ عدد الذين حصلوا على موافقة الزواج من يمنيات 1104 شخصا وبلغ عدد اليمنيين الذين حصلوا على موافقة الزواج من أجنبيات 481 شخصا وثين الجهات المعنية للإطلاع أكثر لكنها رفضت بداية نؤكد على أن مسألة الزواج مسألة تتعلق بالشعن الخاص لا يمكن أن تفرضها القوانين رغم أن قوانين بعض الدول العربية تفرض موافقات ما في ذلك القوانين اليمنية تفرض موافقات كثيرة جدا وعملية إقرائية مطولة ومتعبة لكن في الأخير هذه مسألة تعود للفتاة نفسها والأسرة أنها شخصيا لا مانع لديها وأراها مسألة طبيعية جدا المجتمع اليمني انفتح على المجتمعات الأخرى ومثلما الرجل اليمني يتزوج امرأة عربية وحتى أحيانا امرأة غير عربية من حق المرأة أيضا أنها تتزوج بمن تراه مناسبا لها أحيانا قد يكون الزواج العربي أكثر ملاعمة للفتاة من الزواج اليمني لأشياء كثيرة جدا بالذات البنات اللي مثلا يحبوا أنهم يدرسوا في الخارج أحيانا الفتاة اليمنية ممكن أن تغتر بالمظهر نحن اليمنين بفعل القاد والتدخين والبيئة والتلوث يعني قد تكون ملامحنا ما هيش مناسبة للفتاة وتغتر أحيانا بأجنبي لكن مع ذلك مسألة الاختيار ودراسة السلوك ومعرفات الأخلاق هذه مسألة مهمة للفتاة أن صح لا تتسرع فقط العديد من الشباب بحكم التطور وتداخل الحاصل بين المجتمعات يوافقون مثل هذه الزيجات ويرون أننا من أصل واحد تجمعنا لغة الضاد ونؤمن بدين واحد واختلاف العادات والتقاليد ليس مشكلة على حد تعبيرهم في زواج اليمنيات بالعرب نحن تاريخيا لم نعترف أصلا بحدود عربية الأمة العربية هي أمة واحدة والعربي هو العربي أينما راح دائما تعامل مع العربي في الدول الخارجية بأنه عربي ليس أنه يمني ولا سوري ولا لبناني لكنه تعامل تعامل عربي واحد فالحدود غير موجودة تماما الحدود هي حدود شكلية والوطن العربي هو وطن واحد واليمني وكل جميع العرب من بعهم الأصل اليمن فزواجهم من اليمن هو رجوع إلى الجذر الأصلي كما قال الله سبحانه وتعالى وَجَعَنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا إِنَّا أَكْرَمَكُمْ عَنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ كما ننظر إلى زواج اليمنيات بالعرب هو أمر طبيعي لأنه من زيادة القربة من زيادة اللحمة الوطنية من زيادة القومية العربية ونحن لا نجعل نحن في اليمن كمنظور عادات وتقاليد بأن اليمنية تتزوج من إنسان خارج الإطار الحدود اليمنية فأكثر الناس العرب هم ممتدين من جذور الجزيرة العربية من شبه الجزيرة العربية من اليمن الزواج هو توافق بين الطرفين بغض النظر عن الجنسية التي يحملها فالهدف هو الحياة والاستقرار تركت الحروب في صعد أوضع متردي على التعليم نتيجة الدمار والخرب في مديرية غمر فقط ثمان مدارس تم تدميرها ما أوجد وضع تعليمي صعب كانت صعدة ولا زالت من أبرز القضايا على الساحة اليمنية نتيجة لما شهدته من أحداث دامية وإلقاء ظلالها على مختلف مجالات سكانها النفسية والخدمية ويبدو أنها ستظل كذلك لا سيما فيما يخص وضع التعليم بها وما آل إليه من تدهور ملحوظة وبشهادة هذه الصور التي تحكي حجم معاناة طلابها في هذه المدارس المدمرة في عدد من مديرياتها عندنا المدارس مخربة وعيالنا ما عاد يدرسوا ولا يتعلموا العيال في بيوتها ومشربتها بالطرق مع اللقوا ما يفعلوا ولا عم مع مقرأ شروع ولا لقوا دراسها يدرسوا مدمرة على الآخر الباقي الذي سلم الدمر أو نجاح من التدمير ثمانية صفوف لا تستوعب بعض الطلاب وهي المدرسة الوحيدة في المديرية بشكل كامل للثنوية بالإضافة إلى الأعدادية معنا الصف السابع ثلاث شعب والصف الثامن ثلاث شعب والتاسع شعبتين ومعنا التنوية ثلاث شعب ومعنا ثمانية الصفوف حوال ثمان مدارس في مديرية غمر بصعدة فقط ما بين المغلقة والمدمرة جزئيا وكليا وهي إحصائية كبيرة فعلا كما أشار السكان وعلى إثرها أصبح الطلاب والطالبات على حد سواء يعانون كثيرا ترهم في الخيام وتحت أشعة شمس يدرسون ولا خيار أمامهم غير المطالبة تارة بالنظر إلى أوضاعهم وحلها وأخرى بالمناشدة كانت أحد أولى المدارس المستدفة في مديرية غمر طبعا هذا المدرسة واحدة من أربع مدارس دمرت بالكامل الطلاب تحت الخيام حتى بعضهم في العراء مغل الخيام داخل أكثر حوالي أربعمائة طالب هناك مدارس مدمر كثيرة خلفتها الحرب ولكن كلما رفعنا من عادة تأهل هذه المدارس وتوسعتها وبناءها لم نحظى بأي اهتمام منها قضايا غمر ومشاكلها تكاد لا تحصى فعلى الصعيد التعليمي ثمان مدارس بمديرية واحدة فقط ما بين مغلقة ومدمرة هي جريمة حقيقية بحق العملية التعليمية والطلاب مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تحريك ساكن إزاءها خلال ست حروب ولت وانتهت بدأت في عام 2004 وهي جريمة مرتين بحق المديرية كما يقول أبناؤها في ظل تدهور الأمني والاقتصادي في البلد تفاقمت مؤخرا ظاهرة سرقة الهواتف المحمولة وبأساليب وطرق شتاء أصبحت سرقة التليفونات المحمولة ظاهرة منتشرة في معظم المدن ومن النادر أن يمر يوم دون حصولها هذه الظاهرة موجودة طبعا منذ انتشرت تجارة التليفونات المحمولة وطبعا الظاهرة إذا وجدت شيء طبعا يوجد النقض له والنقض لتجارة والازدهار تجارة التليفونات حصلت في الفترة الأخيرة أنه يتعرض المواطنين لسرقة التليفوناتهم لأنه وجدت يعني هناك سوق عرض سوق للطلب الأماكن المزدحمة كالمطاعم وأسواق القات وفيرز الباصات والحافلات غالبا ما تكون فيها السرقات وينتشر فيها نشال التليفونات كنت في مطعم في جولة الرويشان في جولة كونتاكي وأثناء ما كنت أدفع الحساب أتنشلت يعني التليفون تشل علي بلغت عملت بلغت بلغت القسم والنيابة زدنا خسرنا عشر عال بالنسبة لأصحاب المحلات التي تقوم بالتجارة بالتليفونات المسروقة طبعا عملنا قمنا بالعديد من الحملات وصادرنا العديد من التليفونات وبحثنا ومن خلال البحث في أرقام التليفونات الرقام المسلسل تم إرجاع العديد من التليفونات لأصحابها سرقة التليفونات المحمولة لم تقتصر فقط على المواطنين فأصحاب المحلات التجارية يتعرضون لها أيضا جاء واحد وحنا مغلقين فتحتين وأنا بنترتب الحسابات فجاء طبعا قد جاء عنده عدة مرات لأما حصل الفرصة فجاء شل التليفون وغلق عليه من خارج أمد ما كان المغلق فتحتين غلق عليه من خارج وبزه ومشي في المتر أتعرض سرقة التليفون في أحد المطاعم في شارع عذبان مطاعم العصيد ها كانوا واحد عصيد وربع دياج بستة مئة ريال وقع بخمسة وخمسة وستة مئة لا فيه نسرق لأنه كان فيه واحد بيه يدهفني من ورايا والضفل الصغير أخذ من جيبي مع والد الصغير تليفون برافا فايف ضواهر سيئة تنعكس من جراء بعض السرقات خصوصا على النساء كالابتزاز والتهديد لذا فالحرص والحذر مطلوب بدرجة كبيرة في خلال يومين الثلاثة الأيام الماضية سرق تليفون على بنت في كلية الهندسة طالبة محترمة وإذا يمارس عليها السارق لابتزاز بعرض صورها عبر فيسبوك وعبر كذا فجاء تبلغت هذه المرأة شجاعة وبطلة وتستحق التقدير ونحن إلى جانبها وأطلب من جميع البنات من جميع الطالبات من جميع المدرسات من كافة شرائح المجتمع أن تقوم بالإبلاق عن سرقة تليفونتها مهما كان يحتوي من صور يبقى المواطن بالدرجة الأولى هو المعني بالحفاظ على ممتلكاته الشخصية ويتطلب أن يكون منتبها وحريصا على وضعها في أماكن آمنة تزايدت مؤخرا موجات نزوح الأفارقة إلى اليمن في الطريق المؤدي إلى دول الخليج كاميرا صاد الأسبوع رصدت مسيرة راجلة للمئات في الطريق الدولي المحاذي للبحر الأحمر في طريقهم على الحدود خطا تضامنية غاية في الشراكة على شق طريق المجهول لو أنهم قسدوها في وطنهم الأم لما تقرحت أقدامهم بحثا عن وطن بديل عدى أن الحرب الأهلية التي ضربت بلدهم الصومال ما زالت تداعياتها تدفع بالنساء والأطفال كالرجال في اتخاذ قرارات مصيرية قد تكون للحياة وقد تكون للموت المئات من النساء والعشرات من الشباب الصوماليين في مسير غير مسبوق أثار استغراب سكان القرى النائية على جنبات الطريق الدولي المحاذي للبحر الأحمر ومع أنه لا فرق بين الغريب والمستغربي إصحى التعبير سوى استقرار الأخير أنا من النساء ما يجين إلا فيهم يوم ذي ما حاكت حصلناهم أبدا إذا ناكر ما ذيزوا واحد وثنين ثلاثة لكن نادرا لكن اليوم الكثيرين وأغلبهم نساء نساء كثير اليوم يمشون تتوكل الأم ببنتها والبنت بشقيقها والصاحب بصاحبته لأن أجسادهم المنهكة أثقلت أقدامهم نفد الماء ولم يبقى من الزاد المحمول على ظهورهم إلا القليل من كسر الخبز ولا بد من الحدود وإن طال السفر تتوكل على الله والآن نشتي حدود يمشي ربسي رجل طيب والناس كلهم هنا قريبا قريب قريب تأكل الماء وحس الماء وتأكل من نمشي لولا أنهم صوماليون متعبة لسانهم العربية أعينهم على أقدامهم الزاحفة على ناصية الطريق الإسفلت الرابط بين سواحل خليج عدن وحدود الخليج الصحراوية لأسدود اليمنيين وصية المفادها أن في الحروب الأهلية لا يوجد اختيار صحيح يتخذه المرء فأي كان الطريق الذي سيسلكه سيكون عرضة لكثير من المعاناة والعذاب في مديرية السدى بمحافظة إب ضرب جمل أعظم معاني الوفاة في البقاء بجوار قبر صاحبه الذي توفي ورفض الجمل مغادرة المكان هذا الجمل مثل الصورة نادرة في الوفاء والعرفان بالجميل فبعد وفاته ودفن مالكه الحاجة للنعنع فجأ المشيعون بالجمل يجلسوا جوار قبر صاحبه وبدأ وكأنه يحاول إخراجه من قبره فاجأنا يوم الموت أنه كان على مسافة قريبة من الجامع بعدما قبرنا احنا خرجنا للغدا وخرجنا لنستقبل الضيوف والمعزي فاجأنا أنه جاء عند القبر يجلس عندها وكان يحاول أن يخرجه والدموع تنزل من عيونه أسرة المتوفى وأهالي قرية بيت الروعيني في مديرية السدى بمحافظة إب يقولون أن الحاجة عليه كان يحب تربية الحيوانات لكنه كان شديد الاهتمام بهذا الجمل حتى أكثر من اهتمامه بأبنائه مما ولد علاقة وطيدة بينهما جعلت الجمل يذهب فقط لتنهو لطعمه ثم يعود للجلوس جوار هذا القبر وبصعوبة بالغة يعيده أهل الحاجة عليه إلى المنزل لكنه سرعانا ما يعود صباح اليوم التالي كان يأكلهن كان يسكيهن كان يخرجهن اللقمة بالعشي وبصف ويدرس فوقهن ويدرس لفوق اللقمة ويأكلهن قال لحي يمرحن وكاننا متعلقات به كان يفعل رأسه لا فوق فمه لا عند رأسه ويده تأيه تقلع على الحجار معه وفمه ما تقص وسط القبر كان يتقص فمه وسط القبر وينشق للهواء ويرجع يمد فمه لا وسط القبر قالوا لا يلعسى أستراب حق علي أن يعني قالوا لا يسمى لا ينشقه معي عشر جهاء وكان متوظف وقطعوا على الراتب حقه والآن ما معنا شيء ما معنا لله ومعي عشر جهاء ومعي يا جمل لان جسم لا سنة لا سنة ما معنا لله صيف واحد يدخل مصرف عشر جهاء قصص كثيرة عن علاقة هذا الجمل بالحاجة عليه حتى في حياته فليست هذه هي المرة الأولى التي يثبت فيها هذا الجمل محبته لصاحبه في يوم ما أنه الجمل مزرش حصل لها عضي صاحبه بعدها مزروا أسعفوه فالجمل حصل لها حالة أرتبك وقالوا له الجمل قدوا أي طفح هذا حتى ما أخلوه ما أدخلها مش يكملوا له العلاج تروح سريع فلما الجمل شاف صاحبه قام وفتن سارد وتمدد عنده يعني طرح رقبة حيث عضاه أنا أصبح هذا القبر وهذا الجمل مزار لأبناء القرية والقرى الأخرى ومحط اهتمام لوسائل الإعلام المحلية والعربية ترجمة نانسي قنقر